اتجوزت مرة واحدة وما خلفتش وحالياً عايشة قصة حب مع شاب أصغر منها في السن ولأن أكل العيش صعب خصوصاً مع اللي شغالين في مجال الفن اضطرت تطلع على تيك توك وتعمل لايفات عشان تقدر تعيش حياتها انهارت من العياد وقالت اللي وصلها للحال ده هو قلة العروض الفنية وما حدش من المنتجين ولا المخرجين فكرها الفنانة دي تبقى سوساً ميخايل اللي أثارت تعاطف الجمهور بسبب كلامها عن وضعها الفني والأسباب اللي خلتها تطلع في بث مباشر على تيك توك وتقل من قيمتها الفنية ولأن كتير من الفنانين الدنيا بقت صعبة عليهم وما فيش أدوار جديدة بتجيلهم وده اللي خليهم يلجأوا للحل ده ناس كتير بتقول عليه رخيص وناس تانية تقول عليه غصب عنهم عشان لقمة العيش كانت سوساً ميخايل من ضمن الفنانين دول اللي ما تخيلناش يوم أنه يوصل بيها الحل ده ويقولوا كبسوا خلوني أظهر عايزة يجيلي أسد في لايفات التيك توك عشان كده الفنانة سوساً ميخايل صعبت عليها نفسها ولما كانت في أحد اللقاءات التلفزيونية وتسألت ليه بتطلع على التيك توك ردت وقالت إنها بتستغل إسمها وشهرتها في طلب الدعم على التيك توك وإنها مش سعيدة ولا مبسوطة باللي بتعمله ده ولكنها مجبرة للأسف تعمل كده عشان تقدر تأمن ظروف حياتها في الوقت اللي مش بيتعرض عليها في أي شغل خالص بالمسلسلات الكلام ده قالته الفنانة سوساً ميخايل بعد ما دخلت في نوبة بكاء خلت الموزيع اللي كانت بتعمل معها الحوار تجري عليها وتحضنها وتوسيها سوساً ميخايل فنانة سورية اتولدت سنة 1968 في مدينة حمص بسوريا ولما كبرت اتخرجت من كلية الأداب جامعة دمشق ومن وقت لما كانت في المدرسة والجامعة كانت بتحب تشارك في العروض المسرحية وعشان كده قررت تخل الفن والتمثيل يبقوا مصدر رزقها بدأت سوساً ميخايل رحلتها مع فرقة أندلسيات للفنون الشعبية لفترة قصيرة ومن بعدها فرقة الفنان دريد لحام وساعتها قدمت مصرحيتين في بداية التسعينات قدمت أدوار صغيرة في مسلسلات زي لو كنت مكاني وزهرة وشاركت كمان في بعض المسلسلات الخليجية أشهرها مسلسل سوالف حريم وكمان كان لها مشاركات في بعض المسلسلات المصرية زي سمير وعيلته الكتير قدام النجم سمير غانم وبقت الفنانة سوساً في سوريا من فنانات الصف الأول الحياة الشخصية للفنانة سوساً مليانة بكثير من المشاكل وما بين الوقت للتاني بتتعرض لشائعات زي هجرتها من سوريا لأوروبا ونفت الكلام ده كله وقالت إنها مستحيل تهاجر من سوريا وهي بتسافر أوروبا عشان تشوف أخوها اللي مستقر هناك الفنانة سوساً ميخايل اتجوزت مرة واحدة قبل احترافها الفن وانتهت بالانفصال وفي سنة 2007 كشفت إنها اتخطبت مرتين وفي آخر لحظة وقبل ما تتجوز اختلفت هي وخطبها بسبب الفن فكان عايزها تسيبه إنما بقى كانت هي مصرة جداً على تمسكها بالشغل في الفن وعشان كده لما بيتقدم لها عرتين بتشرت عليهم إنها ما تخلفش وده طبعاً خلاها ما تتجوز لحد دلوقتي بسبب شروطها الغريبة فبقت مخلصة الفنانة بالكامل وبتعود غياب الأمومة برعايتها لأطفال إخوتها وفي أحد اللقاءات أكدت سوساً إنها عايشة قصة حب مع شخص من خارج الوسط الفني لإنها بتعتبر الارتباط من الوسط الفني شيء غير مرحب به وإنه شريك حياتها لازم ترتاح معها مدياً ومعنوياً وكمان نفت دخولها في علاقة حب مع بلاجر أردني وإن العلاقة دي هي مجرد صداقة فقط ولما سفرت الأردن كانت عشان عندها تصوير عمل فني مش أكتر والأقل الفنانة السورية سوساً ميخايل اتعرضت في إحدى المرات لموقف محرج بسبب الملابس اللي اخترتها في إطلالتها قدام جمهورها على السوشيال ميديا ونشرت على إنستجرام صورة لها من فيينا وساعتها إنعكس ضوء فلاش الكاميرات على ملابسها الشفافة وده ساهم طبعاً لتعرضها للانتقاد وقتها وعلى مدار رحلتها الفنية وبسبب الأعمال الدرامية اللي شاركت فيها لحد ما بقيت واحدة من أهم نجمات الصف الأول